في الشان العربية أعلنت اللجنة رفعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا عن وضع خريطة طريق لعقد منتدى للمصالحة الوطنية عرضت تنظيمه الجزائر كما جددت القمة الثامنة للجنة التي عقدت في الكنغو التزامها بحوار سياسي ليبيا مشيرة في بيانها الختمية عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين كما جددت اللجنة دعوتها إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة والمرتزقة يأتي ذلك تزامنا مع اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود ميليشيات له في ليبيا يوما تلو الآخر والتورط التركي في ليبيا بدعم الميليشيات الإرهابية هناك بالعتاد العسكري والمرتزقة يكشف سعيها للاستفادة قدر الإمكان من أجواء الحرب الليبية للخروج بحزمة مكاسب تمكنها من رسم خريطة هذا البلد الغني بالنفط بعد عشرة أيام على تعاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برلين بالتوقف عن إرسال ميليشيات تابعة لنظامه للقتال في ليبيا يخرج أردوغان اليوم ليتحدى العالم ويعترف أمام أنصاره بوجود قواته في ليبيا قائلا إن بلاده تدخلت هناك بطلب من فايز السراج ولأن الوقائع خير دليل على كشف الحقائق فقد أعلن الجيش الليبي رصده وتوصيقه لعملية إنزال آليات عسكرية وزخائر تقوم بها سفينة تركية في ميناء طرابلس في خرق واضح لهدنة وقف إطلاق النار وهو ما أكدته بالأمس فرنسا خلال إعلانها أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول رصدت قبالة السواحل الليبية فرقاتة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة في اتجاه طرابلس وفي بنغازي المحررة احتفل الليبيون بحجز الجيش الوطني مدرعات تركية عصر عليها بمحيط المعارك في طرابلس وهي مدرعات من طراز كيربي التي انتشرت لها مقاطع فيديو قبل ثمانية أشهر من وصولها إلى ليبيا مخاوف الليبيين تتزايد يوما بعد يوم والانتهازية التركية التي تستهدف بيع وتجريب السلاح والاستحواز على أكبر قدر من كعكة النفط الليبي مستقبلا تتواصل والمشهد على الأرض بات هو الشاهد على من يريد تحرير الأرض من دنس الإرهاب ومن يريد عودة الاستعباد